سنويا في محافظة القطيف يقام موسم عاشوراء تصحبه الجهود الأمنية والتعاون الجاد من قبل الأهالي لإنجاح الموسم ثبت للجميع ما استطاع أن يمارسه الشيعة في المملكة العربية السعودية من أداء لشعائر محرم فشكرا لهذه القيادة وولي العهد واهتمام سمو أمير المنطقة ونائبة وكذلك المحافظ ورجال الأمن الذين سخروا أنفسهم في خلال هذه العشرة لإبراز هذه الشعائر بمظهرها اللائق بها قطاعات عدة تقف ميدانيا لتقديم كافة التسهيلات شرطة القطيف ووزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر وبلدية القطيف جهود تبذلها الحكومة خدمة للمواطن وحفاظا على حريته المذهبية منذ عقود وحتى اليوم مضى على هذا المأتم مئة وخمسة وخمسين سنة تأسست الدولة السعودية وانضمت القطيف لهذه المملكة المباركة وضمن المؤسس لأهلها حرية الشعائر ومن ذلك اليوم لهذا اليوم المأتم والسمر طرحت الخطب المنبرية في عاشراء القطيف العديد من الموضوعات الدينية والاجتماعية والثقافية داعية إلى التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن بهدف التنمية للأرض والإنسان محمد الحمادي الإخبارية القطيف ترجمة نانسي قنقر